موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة بشأن مواقف القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والرافضة للاحتلال الأمريكي للعراق وأيضا ثبوت الرؤى الاستشرافية لها ودقتها وصوابيتها بشأن الأحداث وأوضاع العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا وسنناقش هذه المحاور مع الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق معنا عبر سكايب من عمان وأيضا سينضم إلينا بعد قليل الدكتور مثنى عبدالله الباحث والسياسي عبر سكايب أيضا بعد قليل من بغداد مشاهدين الكرام قبل البدء بمناقشة المحاور دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود الموقف من غزو العراق كان ولا يزال علامة فارقة في الكشف عن معادن الرجال ومواقف القوى والكتل فريق ساهم وساعد وحرض على الاحتلال وتخاذل عن مواجهته وفريق رفض وأدان وقاوم بالكلمة والسلاح تلك هي القوى الوطنية فما إن وضع الجنود الأمريكيون أقدامهم على أرض العراق حتى تفجرت المقاومة على أسس ومبادئ وطنية لم تهدأ المقاومة ولا تراخت رغم كل ما أحيك ضدها والآلة العسكرية التي واجهتها ضربت بكل قوة وأثخنت في الغزاة حتى أعذرت للعراقيين ولا ينفصل عن جهدها أو يقل عنه شأنا جهد القوى الوطنية التي تأسست على مبادئ رفض الاحتلال وفتح أجنداته والتحذير من ألعابه وبيان خداعه المنمق بالحديث عن الديمقراطية وعند الحديث عن القوى الوطنية تحضر هيئة علماء المسلمين التي لزمت خط مقاومة الاحتلال ورفض مفرزاته المتمثلة بالعملية السياسية فأصبحت الهيئة أكبر جسم وطني يحمل قضية العراق إنسانيا وسياسيا وإعلاميا بكل فروعها وأقسامها وتوجت جهودها بمبادرة العراق الجامع التي رسمت الخطوط العريضة للعراق الذي ينشده جميع العراقيين ويتطلعون إلى حياة كريمة فيه منهج القوى الوطنية الذي استشرف كوارث الاحتلال ومفرزاته منذ البداية أصبح قاعدة عامة وافقها الشعب العراقي في شعاراته الثورية وبدى للعراقيين حقيقة ما كانت تحذر منه هيئة علماء المسلمين فقاموا بمقاطعة العملية السياسية بالغالبية العظمى بل حتى القوى التي خدعت بنظام المحاصصة أصبحت تقر بمساوئه وكارثيته على البلاد نحو عقدين من الزمن والقوى الوطنية ثابتة على مواقفها تنادي جميع القوى إلى مظلة جامعة كالتي يمثلها المثاق الوطني العراقي فلقد تبين للقاص والداني أن العراق المنشود لن يكون إلا بنظام سياسي وطني حر غير خاضع للأجندة الخارجية ويجعل بوصلته مصلحة العراق وشعبه تاريخا وحاضرا ومستقبلا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام فقط نصحح أن الدكتور مثنى عبدالله سيكون معنا من ولاية نيويورك الأمريكية بعد قليل أحييك دكتور مثنى حارث الضاري أهلا بكم إلى هذه التقطية الخاصة وكل عام وأنتم بخير حياكم الله أهلا أخو محمد ورحبا بكم وفي قناة الرافدين حياكم الله دكتور في كل سنة منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا تثبت الرؤية الاستشرافية أو النظرة الاستشرافية للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال دقتها وصوابيتها إلى ماذا استندت هذه النظرة الاستشرافية أو الرؤية الدقيقة للوضع في العراق بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نحن في القوى المناهضة للاحتلال والأسيمة في هيئة علماء المسلمين في العراق نعد العام الفائت سنة 2021 سنة مثالية من حيث إبرازها لصحة وصوابية ودقة استشراف هذه القوى لمآن العملية السياسية ولاسيما بعد الانتخابات الأخيرة والمقاطعة الواسعة جدا لها التي قلنا قبل حدوث الانتخابات أنها ستحصل وقد حصل الحمد لله وهذا دليل على ما ذكرتم في سؤالكم من دقة التوصيف والاستشراف الذي ينبع أساسا أولا من قضية مبدئية لا يمكن أن يختلف عليها اثنان العراق تم غزوه سنة 2003 واحتلاله احتلته الولايات المتحدة الأمريكية وقادت تحالفا دوليا كبيرا من أجل ذلك ومن الطبيعي جدا أن الاحتلال لن ينجح في أي بلد مهما طال الاحتلال يفشل في النهاية أمام خيارات الشعوب فإذن التجعنا إلى هذا الثابت الذي نستطيع أن نقول عنه ثابت فطري ليس في عالم الإنسان فقط وإنما حتى في عالمنا الأمر الآخر بوصفنا هيئة شرعية ننشط في المجال السياسي فلدينا ثوابتنا الشرعية التي تحتم علينا الوقوف أمام هذا الغزو والاحتلال الموقف الشرعي المناسب والموقف هو التصدي لهذا الاحتلال بكل الطرق والوسائل الممكنة ودفعه من أجل إبعاده عن البلاد وإبعاد خطره عن العراق وعن المنطقة وعن العالم أجمع كما عبرنا لم نقصر هذا الخطر على العراق فقط الأمر الثالث أن ما جرى من عملية احتلال وأخطاء كبيرة وفادحة حتى على مستوى الاحتلال وتعاون قوة تسمي نفسها عراقية الداخل والخارج مع الاحتلال على حساب أبناء شعبها ثم الاستعجال في بناء نظام سياسي قائم على أساس المحاصص الطائفية والعرقية كل هذه أعطت مؤشرات واضحة وظاهرة على أن هذا النظام السياسي سيؤول إلى الفشل من هنا استندنا إلى هذه الثوابت وإلى هذه القيم وإلى هذه القراءات وإلى هذه المواقف واتخذنا الموقف المناسب شرعيا وسياسيا ووطنيا وقلنا أن النظام السياسي سينتهي إلى ما سينتهي إليه وها قد انتهى لكن دكتور إذا تسمح لي لماذا سارت القوى السياسية التي شاركت في حكم العراق بعد الاحتلال عكس التيار الوطني لم تستمع لكل تحذيراتكم لكل رسائلكم رغم أنها تصبح وتمسي تتحدث عن الوطن الشعب والوطنية هذا كلام غير دقيق والدعاءات منها لما؟ لأنها تعاونت مع الاحتلال قسم منها دعا إلى الاحتلال وجاء بالاحتلال وجاء مع الاحتلال وقسم آخر تعاون مع الاحتلال في الداخل بحجة ما يسمى الاجتهاد ولا اجتهاد لا شرعي ولا عقلي ولا وطني يصبح في هذا السياق هذه القوى لأنها تعاونت مع الاحتلال لأهداف خاصة أهداف حزبية أهداف طائفية أهداف عرقية تحاول أن تبرر وأن تدافع عن وجهة نظرها ومن ذلك الوقت بدأوا يطلقون على القوى الوطنية مسميات تلصقها بحالة سابقة بنظام سابق وكانوا يدافعون ويدعون أن ما حصل في العراق هو نوعا من التغيير وليس الاحتلال يسمون الاحتلال سقوطا وما إلى ذلك وثم سقطوا هم وارتكسوا في هذه العملية السياسية والآن هم أنفسهم دعنا دعك من الهيئة دعك من القوى الوطنية المناظر الاحتلال دعك من الميثاق الوطني العراقي هم الآن أنفسهم يتهم بعضهم بعضا في هذا الموضوع على خلفية المشكلة الأخيرة في الانتخابات ويقولون بأن المشكلة هي في النظام السياسي الذي جاء بالاحتلال يعني يمكن واحد من اللراقين يقولهم صباح الخير الآن يلا انتبهتوا بعد منطع السن من خراب البيوت وقتل الأنفس وإزهاق الأرواح ولا يزالون جزءا من هذا النظام الذي ينتقدونه لا سيعودون بالعالو إليه الآن بدأوا يتلقون التهاني من هذه الدولة وتلك على نجاح العملية السياسية وفوز كتل أكبر وما إلى ذلك وتشكيل حكومها نسوا هذا كلهم وكلهم وثق أرجو من أن تبقى معي دكتور أعود إليك بعد قليل ننتقل الآن ونرحب بالدكتور مثنى عبد الله الباحث السياسي معنا عبر سكايب من ولاية نيويورك الأمريكية أهلا بكم دكتور مثنى أهلا وسهلا دكتور دائما ما توصف مواقف القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية بالتشدد والتطرف هل تعتقد أن هذا الاتهام دقيق وواقعي ولماذا يتم اتهام هذه الجهات أو هذه القوى بهذه الأوصاف التوصيف بهذه الأوصاف يعني تحياتي لك أخي مقدما وتحياتي للدكتور مثنى وسعيد أن أكون معكم أنا وسهلا أولا يجب أن نفهم يعني أن التشدد والتطرف في الحقيقة كرد فعل يأتيان كرد فعل على تهديد وجودي يتعرض له مجتمع أو كيان مادي أو معنادي والعراق تعرض إلى تهديد وجودي وبالتالي يجب أن تكون مواقف القوى الوطنية منتناسبة مع هذا التهديد وعليه رسمت هذه القوى خريطة عملها على هذا الأساس وهو قائم على الوضوح في تحديد الخطر ومصادره وآلياته ووسائله كذلك الوضوح في تحديد مسارات الرد في المواجهة على الجانب الآخر في الحقيقة هناك قوى وقفت موقف المهادن بتبريرات مختلفة ومراهنات عديدة واتخذوا من ما يسمى الواقعية السياسية مدخلا للقبول بالاحتلال والعملية السياسية على أنه مواقع سياسي يجب القبول به لذلك سمعنا الكثير من التنظير في الحقيقة التنظيرات معطوبة وتصريحات رفتة من مثل دعونا لا نعطى الاحتلال مبرن كيغل في قسوته بسبب مقاومتنا أو دعونا نساهم في العملية السياسية من أجل التغيير من الداخل البعض يرى بأن حركة القوى المناهضة للعملية السياسية يجب أن تتناغم مع الطرح الدولي والرؤية الأقليمية ويعتبرها نوعا من الحداثة السياسية اللازمة كي لا نذهب إلى الصدام مع الرأي الدولي أو الواقع الأقليمي وهذا خطأ يعني أنا أرى بأنه هذا خطأ جسيم لأنك عندما تضع خطتك يجب أن تكون عوامل النجاح بيدك لا أن تكون لديك خطة لكن عوامل النجاح موجودة لدى الطرف الآخر معنى ذلك أن الطرف الآخر سوف هو الذي يتولى مسار خطتك وفق مصالحه ووفق أهوائه وهذا في الحقيقة خطأ كبير في التصدي للكوارث يعني في التصدي لشيء أكثر من ما هو متوقع أكثر بما هو مألوف يعني لم يكن الاحتلال في الحقيقة في العراق هو عملية تغيير أو عملية تغيير نظام أو مشاكل ذلك مما يطلق عليه البعض وإنما كان هناك تغيير اجتماعي فكري في كل مناحي الحياة وهذا يتطلب في الحقيقة موقف يعتبره البعض أنه متشدد لكنه مستوى التهديد القادم من هذا التحدي يتطلب هذا الموقف أنا أعتقد بأنه دون هذا الموقف سيكون الإنجراف إلى العملية السياسية أو القبول بالاحتلال دكتور مثلنا عندما نتحدث عن التشدد والتطرف هل تريد هذه الأحزاب الموجودة في العراق الحكومات المتعاقبة أن يكون النموذج كنموذج الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التي تتحول إلى ما يسمى بالمعارضة داخل قبة البرلمان التي توافق على كل المفاسد كل الأخطاء الموجودة ترضى بهذا الذي يحصل أم أنهم لا يريدون أصلا وجود معارضة بالمطلق وبالتالي ما يضعونهم داخل قبة البرلمان تحت هذا التوصيف هم مجرد ربما تمثيلية أو مسرحية للرأي العام الدولي يعني الإشكالية الكبرى أن من يتصدون اليوم في العملية السياسية يعتقدون بأنهم يملكون الحقيقة الوحيدة وغيرهم هو مجرد خوانة أو تابعين لهذا الطرف أو لهذا كالطرف أو هم لا يريدون في الحقيقة العودة للعراق أو عودة العراق إلى سابق عهده هذا الأحادية بالتفكير تعطيك مثلا واضحا على ما هي الرؤية الموجودة في داخل العملية السياسية وبالتالي هم يعتقدون بأنه ضرورة التحاق الجميع بهم مع بعض الخطوط الحمر عليهم يعني نضرب لك مثلا هناك قوى موجودة اليوم في داخل العملية السياسية هي مجرد حشوة دافعة يعني مجرد صورة إلى الرأي العام الخارجي بأنه هذه العملية السياسية هي عملية شرعية ذلك كان هناك تركيز على القوة المناهضة للعملية السياسية وعلى القوة المناهضة للاحتلال بأنه هي لا تريد الخير إلى العراق لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأنه ووابة الخير للعراق هي من خلال العملية السياسية ومن خلال قبول بالاحتلال أعودوا لك بعد قليل أنتقل مرة أخرى لدكتور مثنى حارث الضاري دكتور قبل أن نكمل الحديث هناك نقطة طرحتها قبل قليل في حديثك وهي انتهاجكم في هيئة علماء المسلمين للعراق الموقف الشرعي في التعامل أو التعاطي مع الأحداث وقراراتكم وسياساتكم في التعامل الأحزاب التي تحكم العراق أحزاب تصف نفسها بأنها أحزاب إسلامية لكن ما رأاه وشاهده وعاشه المواطن العراقي طيلت هذه السنوات بعيد كل البعد عن هذه التعاليم هذه المفاهيم الإسلامية وغيرها لماذا إذن تلسق بنفسها أو تلتسق هي بالإسلامية بهذه الصفة التي لم يشاهد منها المواطن العراقي أي شيء على أرض الواقع في البداية أرحب بالدكتور مثلنا عبد الله وأقول لنا سعيد أيضاً لك معنا في هذه التعطية الخاصة أخي محمد هذه الأحزاب لا تلسق بنفسها صفة الإسلامية للأسف أقول هي أحزاب إسلامية هذا هو وصفها يعني حزب الدعوة المجلس الأعلى التيار الصدري حزب الفضيلة الحزب الإسلامي حزب العدالة والكذا الكردي الإسلامي الاتحاد إسلامي عفوا هذه كلها أحزاب إسلامية خلفيتها إسلامية فكرها إسلامي منطلقاتها إسلامية بغض النظر عن الاختلافات المذهبية وما إلى ذلك ولكن هذه الأحزاب الإسلامية عندما ارتدت لنفسها أن تتعاون مع احتلال لبلدها بغض النظر عن مشكلتها مع نظام سابق أو مع قوى أخرى أو غيرها رضيت بأن يصبح الإسلام شعار فقط لأنها بنسياقها هذا للتعامل مع الاحتلال وفق فتاوى أو اجتهادات أو آراء لا أصل لها لا أصل شرعي ولا أصل حتى سياسي شرع اجتهادي قائم على الواقع والعقل وما إلى ذلك رضيت لأنفسها بأنه تنزع هذه الصفة الإسلامية فهي ليست أحزاباً إسلامية تعامل الأحزاب غير الإسلامية في السياق السياسي ولو قالوا منذ البداية نحن غير إسلاميين قبل هذا الأمر منهم من حيث الظاهر نقول الجماعة مو إسلاميين ويتخبطون في السياسة فإن الممكن تكخبط غيرهم أما أنه يستبعد البعد الإسلامي ويقول مثلاً بعضهم قال نحن أحزاب مدنية ولكن عند الحاجة إلى العباء الإسلامية لدعم عملية سياسية لانتخابات الاستفتاء لحرب ما بحجة الإرهاب يرجعون مباشرة إلى الغطاء الشرعي فهم خلقوا نظاماً هجيناً بين الشرعي واللا شرعي الإسلامي واللا إسلامي لذلك إذا نريد أن نوصف الحالة الآن هي ليست أحزاباً إسلامية من حيث الواقع والتطبيقات والآراء أما من حيث الخلفية نعم وهذا يجرنا إلى أن النظام السياسي القائم في العراق ليس نظاماً إسلامياً وأن ادعوا ذلك وليس نظاماً حتى غير إسلامي بين قوسياً علمانياً وأن ادعوا ذلك وإنما هو نظام خاص هجيين أستطيع أن أسميه أسحب هذه التسمية يقول هو إسلام أو نظام أمريكي خالص من أجل مرحلة زمنية يراد تطبيقها في العراق بعد الاحتلال هل المقصود منها تشويح صورة الإسلام أو الأحزاب الإسلامية الوطنية إذا استطعنا أن نصفها بهذا الوصف هل هي خطة موضوعة ربما متعمد استخدامها في سبيل تشويح هذه الصورة؟ لا لا من حيث الأحزاب لا من حيث الجهات الداعمة من حيث الاحتلال الجهات الغربية المؤسسة نعم هذا مقصود الأمر لكن من حيث هذه الأحزاب لا بعضها يعتقد بأنه فعلاً يفعل ما يريده الشرع وإن كان في قرارة نفسه يعلم أنه يخالب ذلك لأنه يسترد إلى فتوى مثل ما يقول بالمثل العراقي حطها برأس عالم طلع منها سالم حطها برأس مرجع وطلع منها سالم ولا يناقشون ويبحثون في هذه الأمور هذا إذا كانت هذه المرجعيات والجهاد الإفتائية مستقلة بأمرها وأنا أقول وأزعم أنها ليست مستقلة وأنها مسيرة وليست مخيرة تديرها هذه الأحزاب تبقى نقطة هنا مهم أخي محمد قبل أن ننتقل إلى محور آخر هذا الموضوع موضوع الإسلام والعينية والمدنية وما إلا ذلك أربك به الشارع العراقي كثيرا أضرب مثل فقط يدلل على أن هؤلاء لا يعون تماما ما يريدون ولا يعرفون ماذا يفعلون منذ البداية منذ الساعات الأولى للاحتلال عندما تحدثت الهيئة بلسان واضح صريح وهي هيئة شرعية ليست دينية أرجو الانتباه إذا كنا هيئة دينية راح ننشغل بأمور الدينية الدنيوية والنترك الأمور الدنيوية مثلنا مثل غيرنا لا نحن هيئة شرعية نشغل بأمور الدين وبأمور الدنيا اللي هي مشاغل الناس الشيء العام فلما على صوتنا السياسي وغالب وعملنا أقولها بكل صراحة وهذه نيزة لنا وليست كما يظن بعضهم بأنها منقصة أو ما إلى ذلك الأمور العلمية والدعوية من واجباتنا الأساسية والثقافية والعبادية والاجتماعية لكنها ليست واجبا أساسيا في إطار المعركة مع العدو المحتل ممكن جهات أخرى تقوم بهذا الواجب الكفائي ونتفرغنا لهذا الشأن السياسي الذي لا يقوم به أحد أمام الاحتلال والعملية السياسية ماذا كانوا يقولون في تلك الأحدهم كتب فلينزعوا العمائم فلينزعوا الحديث عن الدين فلينزعوا اسم هيئة علماء المسلمين ومرحبا بهم معنا في السياسة هكذا كان الطرح في بداية الاحتلال ثم بعد ذلك تحول الطرح إلى أنه الدستور كتب بناء على خلفية دينية وخلفية دينية قاصرة على توجه معين واعتقاد معين في هذا البلد فإذن هي محاولة لتبرير الواقع السياسي كما ذكر الدكتور مثنى عبدالله محاولة تبرير هذا الواقع السياسي وإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن الورطة التي تورطوا فيها أن القوى المناهضة للاحتلال أعدت خطتها منذ البداية لإدامة هذا الصراع نتمنى أن ينتهي الاحتلال اليوم قبل الغد ولكن إذا لم تستطع أن تدهيه ولم تمتلك الوسائل اللازمة لذلك فمن الأفضل أن يبقى الصراع مفتوحا إلى أن تصل لتحقيق ما يريد أما إذا حسم الصراع الآن فسيكون لمصلحة العدو للأسف سؤال آخر لك قبل الانتقال للدكتور مثنى عبدالله القوى الوطنية العراقية دكتور مثنى الضاري وجهت دعوة إلى القوى الشعبية المقاطعة للانتخابات وقوى ثورة تشرين لإيجاد إطار تنسيقي للتصدي للعملية السياسية هل ترجم شيء من هذه الدعوة إلى خطوات عملية؟ في البداية قضية طريفة أن الإطار التنسيقي مصطلح تنفيذي السياسي تستخدمه كل القوى سواء استخدمه هذا الطرف أو ذلك وهذا المصطلح مستخدم في سياق القوى الوطنية وفي خطاب السياسي والإعلامي منذ سنوات طويلة بعضهم قال لو ستستعملون عبارة غير هذه العبارة التي دعوتم له في المؤتمر الصعب يستطلون لأن فلانا وفلانا شكلوا إطارا تنسيقيا للاحتجاج على الانتخابات الآن أقول أن الإطار التنسيق انتهى بعد أن تم التوافق على إنهاء المشكلة وسينسى وعاد الحق كما يقولون إلى أهله عاد المصطلح إلى تجرده وإلى وطنيته ولا إسياقه السياسي لجرائي المعروف فأقول نعم دعونا إلى إطار تنسيقي وما زلنا وبدأت بعض الخطوات تصلت بنا بعض القوى بعد المؤتمر الصحفي في إسطنبول وقالوا بأننا سمعنا هذه الدعوة ونحب أن نتواصل معكم وجرت بعض التواصلات هنا وهناك والأمر إن شاء الله في إطار اللقاءات المباشرة اللقاءات المباشرة لم تحصل حتى الآن ولكن كم التواصل أو التفاهم أو الانسجام مع هذه الدعوة سواء كان نظريا أو عمليا هو شيء جيد وطيب ويظهر بأن هناك قوى وطنية عراقية خيرة كثيرة تبحث عن اجتماع الكلمة عن وحدة الصلاف عن إيجاد الواجهة أو الخيمة الكبيرة التي يمكن أن تجمع الوطنيين جميعا طيب أنتقل للدكتور مثنى عبدالله دكتور ما المطلوب من القوى المعارضة العراقية المناهضة للاحتلال الوطنية أن تخطو خطوة عملية سياسية وطنية في اتجاه تصحيح الأوضاع الموجودة داخل العراق يعني أستطيع أن أقول بأنه أول ما مطلوب منها أن تصبح منصة في الحقيقة ومرجع موثوقا به الناس في الداخل أنت تعلم أخي محمد أنه سقط الكثير من اليقين الذي كان الناس يعد حصمون به بسبب الأقوال بلا أفعال لقد راهن الناس على أشخاص وهيئات مهنية ووجهات مجتمعية لكن الكثير من هذه الوسائل تخيب ضن الناس وأستطيع أن أعدد لك أسماء شخصيات كثيرة وهيئات كثيرة تساقطت يأما تساقطت في حضن العملية السياسية أو انتهى دورها المطلوب الآن ترسيخ المبادئ مبادئ المقاومة بشكل صارم كي يتأسس انبعات إرادة مقاومة حقيقية في ضمير كل إنسان عراقي كما أنه كما أرى أنه استشراف مطلوب أيضا أقصد به أن تستشرف القوة الوطنية الحدث مسبقا أنا واثق بأنه ثورة تشرين لم تكن في ذهنية بعض القوة لذلك رأينا عندما نزل الناس والشباب إلى شوارع في بغداد والمحافظات لم يكن لبعض القوى أي دور وهذا أراه بأنه قصور في الرؤية في كل تاريخ الأمم كانت المقاومة تشكل مدماكا رئيسيا في مستقبل أي بلد وكانت تقود أدوارا وفصولا تاريخية لأنها كانت تعتمد الجماهير أولا رئيس مال يغذي عملها وتتغذى منه أكثر ما يؤذي المقاومة هو انصرافها عن التعويل على الناس والذهاب للتعويل على قوى خارجية يعني أنت أخي محمد سمعت وأنا والدكتور مثلنا وجميع المشاهدين سمعوا كثيرا بأنه هناك قوى كانت تعيب على قوى المناهضة المقاومة للإحتلال ومناهضة للعملية السياسية مواقفها وتقول بأنه هذا شيء خيال أنا أعتقد بأنه شح الموارد الشرعية في قوى المقاومة عندما تعتمد على قوى خارجية أنا لا أقول بأنه تغمض عينها عن الواقع الدولي لكنه لاعتماد المباشر والأساسي هذا في الحقيقة يفقد موارد الشرعية لديها فتعجز عن تقديم برامج رأوية حقيقية للخروج بالبلدان من الأزمات والعاصير والكوارد كما يجب أن تكون قوى المقاومة هي الحاضنة الرئيسية للمواطنة لماذا؟ لأنه الدولة ذابت اليوم لا دولة في العراق وبالتالي الدولة يجب أن تكون هي الحاضنة وبما أنه الدولة غير موجودة فعلى قوى المقاومة أن تكون هي الحاضنة للتواقع ما سبل تحقيق هذه النقاط التي تفضلت بها؟ يعني أنا أعتقد أول شيء أنه تحصين قوى المقاومة نفسها من خلال تحصين الهوية الوطنية وعدم الإنجرار إلى المينح والهويات الأخرى يعني في بعض الأحيان نرى بأنه هناك توجه أقليمي أو توجه دولي باتجاه ما يعني أنا أرى بأنه قوى المقاومة يجب أن تبتعد عن التوجهات الدولية والأقليمية لأن التوجهات الدولية والأقليمية تحتمد مصالح خاصة وليس مصلحة الشعب العراقي هذا هو المنطق الأساسي كما أرى دكتور سؤال أخير لحضرتك بالنسبة للتوجه الدولي هل يمكن تحقيق رؤى وأهداف القوى الوطنية في ظل وجود قوى دولية ضاغطة متحكمة مسيطرة على المشهد السياسي العراقي يعني كما سبقت بالقول بأنه المراهنة على يعني ربط القضية العراقية وربط الملف العراقي وربط الكارثة العراقية برؤى دولية وأقليمية هذا خطأ كبير لماذا؟ لأن هذه القوى هي التي فعلت المشكلة هي التي فعلت الكارثة في العراق وبالتالي الإنجرار نحو هذه القوى يعني اليوم ببساطة أستطيع أقول لك بأنه اليوم عندما تلفقي بأي قريبا من صنع القرار الدولي في دول العالم تجد بأنه يقول صحيح أخطأنا في العراق صحيح كذا صار صحيح صارت هناك كوارث وأحداث لكنه اليوم علينا أن نتعامل مع الواقع السياسي هناك عملية سياسية وهناك انتخابات وهناك برلمان وعليكم إذا أردتم الاشتراك بها أن تشتركوا بها يجب أن تشتركوا بها لأنه لا مجالة لغيرها هذا منطق خاطئ هذا منطق يقوم على تثبيت نتائج على شيء باطل يعني حصل عمل باطل في هذا البلد وكارثة في هذا البلد وبالتالي القوة الدولية اليوم تقول لك ببساطة لا نستطيع أن نرجع التاريخ إلى الواقع يجب أن تتعاملوا مع ما موجود على أرض الواقع قوة المناهضة إذا اعتمدت هذا الطريق في الحق فهي خسرت شرعيتها أعودوا إلى ضيفي الكريمين بعد قليل المشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية التي نتحدث بها مع الجهات القوى الوطنية المناهضة للاحتلال عن رؤياها وعن سياساتها ورسائلها كذلك لكن أود الآن أن أنتقل مع الدكتور مثلنا حارث الضاري إلى قضية حدثت اليوم في محافظة بابل في العراق مجزرة حقيقة راح ضحيتها عائلة كاملة على أيدي قوات السوات مجزرة بشعة من مجازر كثيرة يشهدها العراق بين حين وآخر في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة دكتور مثلنا المجزرة التي وقعت في منطقة جبلة في شمال بابل كيف ترى الفوضى التي انتقلت من سلاح الميليشيات إلى استخدام الحكومة وقواتها إلى هذا السلاح في وضح النهار بشكل غير قانوني غير إنساني بالتعامل مع عوائل يعني راح ضحية هذه المجزرة نساء وأطفال كذلك نعم أنا يعني هذه الحادثة خطيرة جدا ولها دلالات سياسية وأمنية وتداعيات كبيرة جدا لا يمكن التعامل معها كحد العراضي وهنا أعود لكلام الدكتور مثلنا عبدالله الدكتور مثلنا يقول بأن بعض الجهات الدولية وسمعنا هذا كثيرا جهات دولية وإقليمية ودول يقول لنا تعاملوا مع الأمر الواقع نعم حصلت أخطاء لكن تعاملوا يعني يقصدون بعبارة أخرى نقول يقولون تعاملوا مع الخطأ الذي وقعنا فيه طيب ما الخطأ يولد خطأ إذا أخطأكم ولدت عملية سياسية خاطئة قائمة على مشاكل كبيرة جدا فكيف يمكن لنا أن نتعامل مع هكذا واقع غير صحيح وغير سليم الأصل بأن يصلح هذا الواقع هذا جر إلى أن هذا الواقع السيء الشاب غير الصحيح الباطل سمه ما شئت جر على العراقيين آلاف المشاكل منذ البداية الاحتلال وحتى اللحظة ومنها ما حصل اليوم في جبله ما حصل في جبله إخواني ليس لأول مرة يحصل في العراق نحن في كتاب بنا بيانات أية علامة السليمين أربعة أجزاء وكتاب التصريحات الصائبة جزئاً التي وثقت الـ 15 سنة الأولى من الاحتلال رصد العشرات بل المئات من هذه العمليات الآن عدنا كانوا يقولون ميليشيات ومنفلتة وخارجة عن إطار القانون الآن قوات حكومية تقوم بمجزرة بناء على تدخل من شخص مسؤول وبناء على وشايات لتصفية خلاف عائلي يصل إلى هذه النتيجة بالقصة ليس خلاف عائلي فقط وإنما انظر إلى طريقة تعامل هذه القوة إفراط في القوة عدم صحة ما أقول دقة عدم صحة الاستخبارات بل عدم اعتماد الاستخبارات الأمنية ثم القتل خارج إطار القانون ثم قتل عائلة كاملة وليس قتل المطلوب الذي ظهر بعد ذلك محافظ بابل والآن الداخلية تشكل لجنة التحقيق تبين أنه غير مطلوب وأن القضية جنائية إذن على أي أساس تم تصفية هذه العائلة 14 سيارة عسكرية همرات غيرها تقصف البيئة من كل الجهات وتصفى العائلة بالكامل 20 نفر رجال ونساء وأبطال ما السبب في ذلك السبب أن هناك أولا ما ذكرت من هذه الأمور وهذا يؤشر المخاطر التي تكتنف العراقيين جميعا من طريقة تعامل القوات الأمنية يعني هذا الخطأ الكبير وكان يقع مع أي عائلة عراقية بغض النظر عن خلفيتها الدينية والمذهبية وما إلى ذلك ثم طريقة التعامل أيضا قائمة على الأساس ترك الأمور لمن له سلطة وياد وقوة كيف يمكن لمسؤول ما أن يتصل بجهة أمنية وتذهب قوة أمنية من خارج المحافظة بعلم المحافظة لكن بدون معرفة تفاصيل هذا الأمر وتقوم بتنفيذ عملية وما حد يسأله من تعلم جاهين وين رايحين وما إلى ذلك ثم أيضا أثناء التنفيذ لا يوجد ما يسمى بالقدرة على السيطرة على القوة النارية تكون هناك كنا نعرف هذا الشيء تحصل اندفاعات وردات فعل من أفراد هذه الوحدات نبني على خلفيات أمنية وسياسية وطائفية القوة التي هاجمت هاجمت على أساس أنه إرهابي ويأوي إرهابيين واستخدمت موضوعا أنه أطلق رصاصات دفاعا عن عائلته وعن نساء بعد أن تم التجاوز عليها من قبل بعض المدنيين الذين جاءوا في البداية استخدمتها دريعة لشل معركة على هذا البيت الآن المؤسسة الأمنية أي مؤسسة أمنية في العالم في ورطة تقال وزارة تقال حكومة كل هذا سنجري تحقيقا في الموضوع وسينتهي التحقيق لأن العائلة المسكينة ليس لها ظهر محسوب على المكون الفلاني أن المنطقة هذه فيها خلافات يقال أنها خلافات طائفية وأن هناك أطماع لتغيير ديمغرافق ما في المنطقة استغلت كل هذه الصورة لكن سبحان الله كشفوا نتيجة الأخطاء والاندفاع في تنفيذ هذا الأمر فإذن هذا المؤشر هذا المؤشر وحده كثير بأن الممتحدة تدخل اتحاد أوروبي جامعة عربية دول عربية لكن انظر الآن إلى أعلام الدول العربية كلها الآن يركز على أنها جريمة لإرهابي ويظهر بعض الإمعات هنا وهناك من الكذابين على باسم المحل السياسي ومحل الأمني حتى يبرر هذا الأمر حتى بعد قبل أن تصل إلى المعلومات ولا يستحي أن المعلومات التي ذكرها وهو على الشاشة تبين أنها غير صحيحة طيب أين هو دور الدول العربية في إصدار ديانات استنكار يحدث انفجار ما في أفغانستان لا نستثني دولة عربية وإسلام إذا ما تطلع بيان تستنكر هذا الموضوع انفجار في المنطقة الخضراء هجوم على بيت الكاظمي الكل يستنكر وعائلة من عشرين شخص تصفى بدم بارد بهذه الطريقة لا نسمع لهم أي صوت في هذا الموضوع فهذا مظهر سبحان الله ساقه الله لأن هذا اليوم مظهر من مظاهر فشل هذه العملية السياسية والأخطار غير المحسوبة وغير المتوقعة وغير المنتظرة للناس طيب وإلا هي في حساب القوى الوطنية معلومة ومعروفة نعود دكتور إلى محاورنا الأساسية في هذه التغطية في تصريح سابق لهيئة علماء المسلمين في العراق عقب المقاطعة الشعبية للانتخابات قالت الهيئة إن الشعب العراقي أثبت موقفه الرافضة للعملية السياسية هل تعتقد أن موقف الشعب العراقي صار متقدما على المواقف السياسية للقوى الوطنية العراقية؟ دكتور مثنى الضاري نعم هل استمعتم إلى سؤال دكتور؟ نعم نعم هذا الموضوع فعلا صلحنا نحن بذلك وقلنا بين النشد السياسي وفرم التقديرات الجديدة هذه التقديرات الجديدة لمحت إلى قسم منها في جواب السؤال السابق وهي أولا على المجتمع الدولي ودول الإقليم والدول العربية أن تراجع سياسات في العراق بناء على المتغيرات الحاصلة في العراق لا تكتفي بأن هناك سياقات سابقة وأن هناك عملية سياسية وإن بغى التعامل معها وإنما العملية السياسية حصلت فيها مشكلة بين القوى الداخلة فيها التي بلاتها ترفض هذا الواقع وهذا مؤشر ينبغي أن ينتبه له الأمر الثاني أن هذا النظام الدولي والإقليمي والدول العربية للأسف وكرر نظام الرسمي العربي خاصة ما زال يتعامل بأحادية مع الملف العراقي يتعامل فقط مع واقع العملية السياسية ولا يتعامل مع القوى المناهضة لاحتلال حتى ولو على سبيل سماع الرأي أو تبادل وجهات النظر الأمر الثالث أن ما يجري له تداعيات خطيرة على الدول العربية تحديدا أضرب مثل لما صارت انتفاضة تشرين دول اتخذت منها وسيلة للضغط السياسي وادعت أنها تقف وراء هذه الثورة وهي كاذبة غير صادقة ودول أخرى اتخذت منها موقف سلبي لأنها ترى أنها تشوش على المشهد السياسي أو أن الدولة الفلانية العربية تقف وراءها وهكذا بدون تحقيق للموضوع وبدون الوقوف على حقيقة هذه الثورة أنها ثورة شعبية وشبابية انقسمت مواقف الدول العربية بين داعم لها إعلاميا وإسميا فقط وبين متصد لها بل وصل ببعضهم إلى احتضان أقولها بكل صراحة مقتدى الصدر وجعلوا من أسباب هذا الاحتضان غير النغمة النشاز لنسمعها دائما أنه طرف عربي معتدل لا نغمة جديدة أنه استطاع بنجاح أن يقف أمام هذه التظاهرات التي أرادت أن تفشل النظام السياسي القائم في العراق التي تقف وراءها الدولة الفلانية هكذا يفكرون هكذا يتعاملون مع الأحداث وأخيرا دولة ما اتخذت من مقتدى الصدر موقف متشدد جدا وقال بعض الناس هذا موقف مبدأ يقلنا لهم لا هذا موقف سياسي مرحلي ذرائعي براغمات سيتغير في أي لحظة وإذا بها بالأمس تتصل بمقتدى الصدر لتهنيئة الفوز بالانتخابات هكذا يتعاملون يتعاملون مثل ما قال الدكتور مثنى عبدالله سواء كان نظام دولي أو إقليمي أو دول عربية مع مصالحهم خاصة ويغيرون المواقف على أساس هذه المصالح بدنا لا نتعامل مع واقع عربي ينظر الأمور بسلبيات وإيجابيات على النظام العربي على منظمة الدفاع العربي على منظمة العيش العربي المشترك على منظمة المصلحة العربية العاملة كل يغني على مصلحته الخاصة ومن هنا دعونا إلى ذلك أسمح لي أعود إليك بعد قليل دكتور مثنى الضاري دكتور مثنى عبدالله بعد الحديث الذي استمعت له الآن من دكتور مثنى الضاري والمواقف العربية والدولية كذلك تجاه القضية العراقية وأيضا تجاه القوى المناهضة للاحتلال هل تعتقد بأن التجافي إذا صح هذا الوصف في وصف الحالة ما بين القوى الدولية وما بين القوى الوطنية المعارضة سببه أنها تنظر أو تريد العراق أن يسير وفق خطا واحد بدون وجود أطراف أخرى مثلكم مناهضة معارضة أم أن التجافي هو من طرفكم أنتم غير قابلين أو غير لا تريدون التعامل مع قوى تنظر إليكم أو تنظر إلى قضيتكم نظرة واحدة هذا التجافي وجد بسبب ماذا تحديدا يعني أعتقد أنه لا أعتقد بأنه هناك تجافي بل هو أخي محمد بل هو عدم إمكانية لعبة دور المطلوب يعني إذا كنت تتحدث أو كنت شويش على الصوت لا لا تمام واضح واضح أنه عدم إمكانية لعبة دور إذا كنت تقصد أخي محمد أنه في موضوع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المشكلة الأساسية أنها هذه المؤسسات الدولية هي من صنع الذين انتصروا في الحرب العالمية وبالتالي هي من صنع هي منتج لتثبيت مكاسبهم وتحقيق رؤاهم السياسية والحفاظ على مصالحهم وما زال هؤلاء الصناع إلى الآن هم الذين يرسمون ملامح المشهد الدولي كم كمات كمات تعرق وعليه فأن هذه المؤسسات مطلوب منها تثبيت رؤية هذه القوى الدولية وبذلك نستطيع أن نقول أنها مختطفة أو أنها منزوعة الإرادة أو مجرد هياكل تبث فيها الروح وتسلب منها الروح وفق لمعطيات القوى الفاعلة ولو دخلت إلى هذه المؤسسات أخي محمد واستمعت إلى ما يقول رأس الهرم فيها أو النافذين فيها ستجد أن هناك بون شاسع بين ما تسمع وبين ما ترى على أرض الواقع من خطوات أو أدوار تقوم بها هذه المؤسسات فلو أخذنا على سبيل المثال الملف العراقي نجد أن هناك رأي يقول بأن هذا الملف لم يعد قابلا للإصلاح أو الترقيع أو التبرير يعني هذه المنظمات يعني تعيب على القوى الفاعلة أنه التبرير والترقيع ويقولون بمنتهى الوضوح هناك جريمة كبرى تحصل ضد شعب ودولة ومجتمع يجب العمل على توفير متغير جذري كي ننقدهم لكنك لو بحثت عن تطبيق هذا الرأي ولو حرف من هذا الرأي على أرض الواقع لم تجد له ملمحة لماذا؟ لأن الإرادة الدولية تحتكر ملف هذا البلد بيدها انتظاراً لما سينتج عن صراعاتها في ملفات إقليمية أخرى فأما أن تهيئه كي يكون جائزة ترضية لهذا الطرف أو ذاك أو تجعله ساحة مواجهة هذه الصورة التي أستطيع هل تعتقد دكتور بأن القوى الفاعلة الدولية تفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع يعني على القوى المعارضة على الهيئات والمنظمات الدولية المتحكمة هي بها يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة عندما نتحدث ونقول بأن القرار أمريكي في النهاية هل تعتقد بأنها سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع هذا هو الموجود ويجب على الجميع أن يرتضي به يعني الأمم المتحدة عندما تكون القيمة الكبرى من تمويلها هو من الولايات المتحدة الأمريكية وأنت تعرف أخي محمد الدول في العلاقات الدولية لا تعملك من الضمات اجتماعية توزع مساعدات أو غيرها هي تريد مواقف وبالتالي يعني هذا عملية فرض الواقع يعني أستطيع أن أؤكد لك بأنه حتى هناك بعض الدول التي خالفت رأيها في الملف العراقي خصوصا لا تكلم عن بقية الملفات لكنه قضيتنا الملف العراقي عندما خالفت الرأي الأمريكي في موضوع الملف العراقي جاءها تحذير مباشر بأنه يجب أن أن يكون المسار موحدا كي لا تستطيع دول أخرى النفاذ من هذا المسار وبالتالي تخريب العملية السياسية في العراق يعني اليوم هناك اتجاه بالمناسبة حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحركت على بعض الأطراف الشخصيات العراقية في خارج العراق وقالت لهم بالحرف الواحد لم نعد قادرين على الاستمرار معكم والتحدث معكم إذا كنتم تريدون شيئا فاذهبوا إلى العملية السياسية ونحن من سوف يحجز لكم مقاعدا في البلمان ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك إرادة دولية تفرض على جميع الأطراف والإرادة الدولية معروفة اليوم لسنا في عالم متعدد الأقطاط هناك إرادة دولية واحدة أعود إليك بعد قليل دكتور مثنى الضاري قلتم في تصريح لكم سابقا أن المشهد السياسي بعد الانتخابات بات يفرض تقديرات جديدة لإعادة الاعتبار للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال هل بإمكانكم أن تشرحوا لنا هذه النقطة؟ نعم بالضبط ما سبقا تكلمت عنه في النقطة السابقة أن الموقف الشعب العراقي متقدم ولكن هذا الموقف المتقدم للشعب العراقي يستدعي أيضا مراجعة من القوى الدولية والإقليمية والعربية يعني نتائج مع بعض الانتخابات وذكرت النقاط وتقدمت الذكر وأزيد عليها هنا ما ذكره الدكتور مثنى عبد الله أنه فعلا وصلت رسائل من بعض القوى الدولية المنظمات الدولية إلى قوى مناهضة لاحتلال وإلى شخصيات وإلى غيرها تفيد بالمعنى الذي ذكره الدكتور مثنى عبد الله وأضرب مثل فقط حتى تتضح الصورة في الملف العراقي مبعوث المتحدة السابق قبل مبعوث الحالي إبناس خارد كوبش كان يزورنا بأنودة وأخرى وكلما جاء إلى عمان كان يلتقي معنا ويسمع وجهة نظرنا بغض النظر عن تفهمه استماعه إيصالها للمتحدة أم لا وكان يرفع تقارير للأسف بعض هذه التقارير لا تتفق تماما مع ما هو واقع في الحال ولكن على الأقل كان يسمع وجهة النظر أما من جاء بعده إلى الآن لم يتصل بالهيئة أبدا ولم يطلب رأيها في أي ملف من الملفات على الرغم من أن الهيئة لا يعنيها هذا الأمر كثيرا لأن الهيئة تستطيع أن تتواصل مع الممتحدة بشكل مباشر مع الأمين العام للممتحدة وهناك نوع من الطرق العديدة التي استطعنا من خلال إيصار رسائل سواء كان الأمين العام السابق وإلى الأمين العام الحالي ولكن كمثال نعم هناك محاولة لإجبار القوى المناهضة للاحتلال على دخول العملية السياسية الطريقة وهذا يفسر التساقط الكبير الذي جرى والذي تحدث عنه الدكتور المثنة في إجابتي على سؤال متقدم دكتور أعود إليك بعد قليل سؤال الأخير للدكتور المثنة عبد الله هل تعتقد أن هناك مسارا أو تعاطيا جديدا للقوى الوطنية قد يولد خاصة بعد الأحداث التي شهدتها أو شهدها العراق ثورة تشرين وأيضا مقاطعة الانتخابات النسبة الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 85% شكرا على هذا السؤال أعتقد أنه أيض قوة وطنية بالحقيقة يجب أن يكون لديها إطار عمل للخروج من حال بلد من أزمة يعانيها البلد من احتلال من عملية سياسية زاعفة وعلم السياسة في الحقيقة يسمي هذا بهرمية السل السيطرة يعني ما هي هرمية السيطرة؟ هي تشخيص همية التأثير ومصادره نزولا من الانتخابات الأهم إلى المهم كما فيها الطرق الكفيلة بتحقيق الاستثمار الأمثل لتصدعات التي تتحصل في الواقع السياسي وكيفية تحويل الرفض المجتمعي إلى قوة دافعة وإلا يكون رد الفعل الشعبي بنهايات سائبة يعني عندما تحصل هناك رد الفعل الشعبي القوة الوطنية إذا كانت فعلا لديها أجندة خالصة يجب أن تستغلها وتستثمرها وعليه فالمسار الجديد في ضوء هذين العاملين الذين ذكرتهم يا أخي محمد يصبح لزاما على كل القوة الوطنية المعارضة تهويل رد الفعل الشعبي إلى مسار جديد ومنجز إبداعي كما أعتقد ما هو هذا المنجز الإبداعي؟ هو الدفع بالمزيد من القوة الساكنة الشعبية للانخراط في الثورة نحن نعلم بأن ثورة التشرين كانت تجمع بين مجموعة واسعة من كل أطياف المجتمع العرابي وهذه تحتاج إلى تأطير كي تصبح بهدف واضح وكبير وهذا في الحقيقة ملقى على عاتق قوة المعارضة شكرا جزيلا لك دكتور مثنى عبدالله الباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من نيويورك في دقيقتين دكتور مثنى الضاري فيما تبقى من وقت أيضا بهذا السؤال لكن قبل هذا السؤال هناك رسائل كثيرة تأتي ومناشدات ومطالبات من القوى الوطنية أن تكون أو تشكل الجهة التي يسير خلفها الناس هناك من يرغبون بقيادة هناك من يريد قيادة تساءل البعض لماذا ثورة التشرين ليست فيها قيادة قالوا بأن هناك قيادات متعددة وهي الثورة هي التي تقود نفسها لكن في الحقيقة هناك أناس يطالبون بوجود قيادة حقيقية يسيرون خلفها هل تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك مسارا جديدا للقوى الوطنية خاصة بعد ثورة تشرين ومقاطعة الانتخابات نعم هذا الأمر من ضروريات العمل السياسي وإن كانت ثورة تشرين لها ظروف الخاصة وقصر عمرها وإن كان طويل نسبيا بالنسبة لها في إطار الصراع مع النظام السياسي القائم ولكن ظروف الاجتماعية والسياسية والتعدد وقصوة النظام السياسي وأيضا محاولات التوى السياسية للصعود على ظهر هذه الثورة لم يفسح له المجال لإبراز القيادة المركزية الواحدة وهذا ليس مطلوبا الآن القيادات كثيرة ومع الزمن ستنمو وتكبر وتتخذ مواقف وطنية أكثر صرابة ووضوح وصراحة لأنه إذا وجود قيادة موحدة ستستهدف وهذا هو الهدف حقيقة هي نوع من الاستدراج هذا من حيث القوى الوطنية المقاومة المناهضة المعارضة للواقع السياسي بالداخل بالنسبة للقوى الوطنية المناهضة وأقول هنا بصراحة المناهضة وليست المعارضة للواقع السياسي في الداخل وفي الخارج متوحدة ولها تجربة طويلة في هذا الموضوع ولها إطار جباوي وأقول بكل صراحة ووضوح ويسمعها الجميع كانت هناك قيادة موحدة هي المؤتمر الوطني التأسيسي ولما خرج المؤتمر الوطني التأسيسي عن السياق المرسوم له وتجاوزه الزمن خرجت قيادة جديدة من خلال الميثاق الوطني العراقي اللي اجتمعت عليه كل القوى المناهضة للاحتلال خرج منها من خرج بعد ذلك بدون أسباب وهذا الأمر يعود له لكن أقول بكل صراحة وبكل وضوح الميثاق الوطني كعنوان كإطار عام وليس إطار جبهوي تنظيمي كأفكار كنص ميثاق يشكل خيمة وطنية وتصلح لقيادة وطنية حقيقية وهو يدعو الجميع للانخراط وأقول لا يوجد كثير من القوى والشخصيات الوطنية خارج الميثاق الوطني إلا بعض المجموعات والتكتلات والقوى هنا وهناك التي على حوار متواصل مع الميثاق الوطني في السؤال الأخير أو هي دقيقة واحدة متبقية رسالة إلى الشعب العراقي في نهاية عام 2021 ما الذي يتوجهونهم من رسالة إلى المجتمع العراقي الذي عانى طيلة هذه السنة والسنوات التي سبقتها والله الرسالة أقولها بكل وضوح الرسالة صعبة لأنه صعب علي وأنا البعيد عن هذا البلد رغما عني ولا أستطيع العودة إلى بلدي أن أوجه رسالة إلى العراقيين أقول لهم ماذا ينبغي لهم وماذا لمن يفعله أنا أعتقد أن رسالتي إليهم لن تخلو إلا عن تخلو من أن تكون رسالة أمل نحن كنا نقول لهم الخير قادم رغم ظروف الصعبة والأمل بالله كبير وبسواعد العراقيين كبير وما زلت أقول هذا ولكني أقول لهم هذه المرة أن رسالتكم وصلت إلينا رسالة الشعب العراقي الحي الذي وقف أمام الانتخابات وقاطعها بهذه النسبة الكبيرة لا يحتاج إلى من يرسل له رسالة الشعب العراقي الآن يريد من يطبئنه إلى أنه هذا السوء سيزور ونحن نقول له بلسان الرائد الذي لا يكذب أحله للأسف يبدو أن هذا النفق طويل ولن ينتهي إلا بوقفة أخرى وقفة شعبية عارمة جانا وعدم الانخداء بمكر العملية السياسية الذي يحاول الاتفاف على المنجز الكبير الذي حققتموه في الانتخابات الأخيرة ومع ذلك ستبقى الهيئة ستبقى القوى المناهضة للاحتلال فلنتجاوز المسميات وغيرها القوى المناهضة للاحتلال لأن البعض قد يقول أنا لا أتفق مع هذا الشهار مع هذا المفاق مع هذا البيان مع هذا الإعلان طيب شعارنا ما ذا مقائم أعفوان عنواننا قائم القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ستبقى تعمل بكل قوة من أجل خير وصالح شكرا جزيلا لكم دكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر اسكايب من عمان ونكرر الشكر كذلك للدكتور مثنى عبد الله الباحث السياسي كان معنا عبر اسكايب من نيويورك الولاية الأمريكية شكرا جزيلا المشاهدين الكرام لحضراتكم لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء